شهدت مدينة العريش على مدار الأيام الماضية فعاليات ملتقى أهل مصر في نسخة الثانية عشرة فعاليات الملتقى تنوعت ما بين محاضرات أكاديمية وتثقفية وتوعوية وورش عمل مختلفة في تخصصات شتى على مدار سبعة أيام شهدت مدينة العريش فعاليات ملتقى أهل مصر في نسخته الثانية عشرة الملتقى جاء تحت رعاية وزارة الثقافة وقامت على تنظيم هيئة قصور الثقافة حيث استضف فعلياته قصر ثقافة العريش بشمال سيناء كما جاء الملتقى ليكون حاضنا لصوت أبناء مصر في المحافظات الحدودية بثقافاتهم المختلفة وطموحاتهم وآمالهم وأمنياتهم لأنفسهم ولوطنهم الكبير مصر فهاهم أبناء مصر من حلايب وشلتين وأصوان والوحات وسيوة والبحر الأحمر ومطروحة وشمال سيناء يلتقون، يتسامرون، يتعارفون، يتشاركون الفكرة والثقافة والآمال والأحلام والرؤى فعليات الملتقى تنوعت ما بين محاضرات أكاديمية وتثقفية وتوعوية وورش عمل مختلفة في تخصصات شتى منها ورش لكتابة السيناريو والحوار وورش لتعلم فنون الرسم والتلوين والديكوباج والخيامية والنحت وغيرها فعليات الملتقى تضمنت كذلك زيارات ميدانية للعديد من الملامح العامة لشمال سيناء مثل ميناء العريش البحري ومدينة الشيخ زويد والصخرة وغيرها هذا هو آيات الملتقى في نسخته الحالية تزامناً مع احتفالة مصر بمرور خمسين عاماً على نصر أكتوبر المجيد ترجمة نانسي قنقر